اسم الله ابو الابن والروح القدس والإله الواحد أمين الاصحاح السبعتاشر من سفر رؤية ثم جاء واحد من السبع الملائكة الذين معهم السبع تجامات وتكلم معي قائلا هلما فأريك دينونة الزاني العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها فمضى بيب الروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون والمرأة كانت متسربلة برجوان وقرمز ومتحلية بزهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من زهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض ورأيت المرأة سقرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له سبعة الرؤوس وعشرة قرون الوحش الذي رأيت كان وليس الآن وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن مع أنه كائن هنا الزهن الذي له حكمة السبعة الرؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة وسبعة ملوك خمسة سقطوا واحد موجود والآخر لم يأتي بعد ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا والوحش الذي كان وليس الآن فهو الثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك والعشرة قرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معهم مدعوون مختارون ومؤمنون ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم والسنة وأما العشرة قرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون الأحماء ويحرقونها بالنار لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطي الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض ربنا المجد الدائم من الآن إلى الأبد أمين الحقيقة تفسير هذا الإصحاح يحتاج لأقصر من اللقاء فأرجوه يعني ما تعتقدوش أن أنا هقدر أفسر كل حاجة في هذا الإصحاح يعني هتخرجوا برضو عندكم أسئلة كتيرة هو ده عبارة عن إيه وده عبارة عن إيه وده يرمز لإيه فمش هقدر أفسر كل حاجة في هذا الإصحاح ولكن هحاول بنعمة ربنا هحاول بنعمة ربنا أن احنا نتعمل في هذا الإصحاح بطريقة نحس بها فرح بعمل خلاص الله لنا في شخص ربنا يسوع المسيح باعتبار أن سفر رؤية كله هو علان يسوع المسيح اللي صح 17 بيكلم عن مرأة بيسميها الزانية العظيمة وبيسميها الجالسة على وحش قرمزي وبيسميها المرأة السقرة بدم القديسين السقرة بدم القديسين يعني سكرانة بدم القديسين بيسميها بابلة العظيمة بيسميها بابلة العظيمة بسميها أم الزواني ورجسات الأرض ايه هي المرأة الجالسة على الوحش قرمزي أو ايه هي المرأة السقرة بدم القديسين اتقال تفسير كثيرة في هذا الأمر وحسب اتجاهات التفسير المفسرين كتبوا ومن ضمن هذه التفسير الناس نسبوا المرأة الجالسة على الوحش القرمزي انها أرشاليم وقالوا أرشاليم الساقطة لانها فيها او خارج اصوارها صلب المسيح وداخل اصوارها تمت المعمرة لصلب المسيح مفسرين تانيين قالوا دي روما لان روما على مدى التاريخ قد بتضطهد شعب الله سواء في العهد القديم او في العهد الجديد الكنيسة المسيحية بالذات في القرون الاولى عاني كتير قوي من الابطرة الرومان فقالوا ممكن المرأة الساقرة دي تكون هي روما ولكن انا يهمني في المعنى الروحي في المعنى الروحي لما ابتدت اصلي وافكر في هذا الموضوع لقيت ان اقرب حاجة لهذه المرأة الساقرة او كل المواصفات بتاعة هذه المرأة الساقرة تنطبق على الطبيعة البشرية الساقطة الطبيعة البشرية الساقطة او اللي بنقولها باساليب كتيرة ممكن نقولها الانسان العطيق وممكن نقولها الشهوة غير المقدسة كل دي تعبيرات واحدة بيشير اليها موضوع المرأة الساقرة في اتنين اغسطس سنة الفين واتناشر كان فيها احداث انا مش فاكر كتقي الاحداث ايامها معرفش كان قبل مرسي ولا بعد مرسي في مصر فكتابت المقال ونشرته في الانترنت وحطيت عنوانه المرأة الساقرة بدم الاقباط هي المرأة الساقرة في سيف الرؤية بيقول المرأة الساقرة بدم القديسين فطبعا هي الساقرة بدم القديسين بما فيهم دم القديسين الاقباط يعني فانا عايزة ارى معاكم اللي كتبته في اثنين اغسطس الفين واثناشر ده ونشرته وربما اللي كتبته ده يديكم فكرة ايه هي المرأة الساقرة دي ومرأة الجلسة على الوحش قلت في بداية المقال لست من هوات تفسير سفر رؤية بطريقة تاريخية مأساوية ولكن تقرار الاحداث الدموية في كثير من المواضع في مصر وغيرها وغيرها كثير جعلني افكر كثيرا في سفر رؤية واذاء هذه الجرائم تواردت على ذهني قصة هذه المرأة الساقرة التي وردت في اسحاح 17 من سفر رؤية وكيف انها الطرف الخفي وراء المذابح والجرائم المتكررة في مصر وهو أصل في مصر تحصل جرائم ومذابح يقولك طرف خفي ومش عارفين مين الطرف الخفي ده يعني وفيه أماكن كثيرة من العالم ضد شعب الله فمن هذه المرأة الساقرة وحتى متى لا ننتبه لهذه المرأة الساقرة وما هو الحل للخلاص من شرورها هذه المرأة الساقرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع ده اللي بيقوله سفر رأي أي أنها سقرة لقصرة ما شربت من دم القديسين ودم شهداء يسوع الذين قتلتهم ولا أرى ذلك بعيدا عما نراه اليوم فلقد تردد في الآوانة الأخيرة الكثير من المصطلحات مثل الإسلام السياسي جماعة الإخوان جماعة الإسلامية السلفيين نظام مبارك حبيب العدل الفلول البلطجية وغيرهم ولكن يبدو أنهم جميعا يعملون معا بصورة أو بأخرى لحساب هذه المرأة الساقرة وهم لا يعلمون ماذا يفعلون أنتم تابعين معايا أو الكلام صعب أكمل إليه الخطير في أمر هذه المرأة الساقرة أنها لا تمثل مجرد نظاما خارجيا يتحالف معها وملائها بل هي جالسة على المياه الكثيرة سفر رؤية سبعتاشر واحد يقول جالسة على المياه الكثيرة أي على شعوب وجموع وأمم وإلسنة لأنه في رؤية سبعتاشر خمستاشر يقول أن المياه التي رأيت حيث الزينية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وإلسنة وكلمة جالسة في أصلها اليوناني تحمل أيضا معنى تسكن أو ريزايد يقول لك ريزيدنس يعني واحد ساكن فبيقول هي جالسة ولكن في اليوناني معناها أنها ساكنة أي أنها ساكنة في الكثير في الأغلبية من الشعوب والجموع والأمم والألسنة والجميع الزاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس على واحد رمية تلاتة اتناشر هذه المرأة السقرة تمثل الطبيعة البشرية الفاسدة الساكنة في الكثير من الأشخاص يعني أطلع من الوقرة وأقول حتى كده يعني أعلق الموضوع ده أنه المشكلة مش في الناس المشكلة في اللي ساكن في الناس الطبيعة اللي ساكنة في الناس لو الناس ساكن فيها طبيعة جديدة هتصرفوا تصرفات حلوة صلاحة ولكن لأن الناس ساكن فيهم طبيعة بشرية ساقطة اللي هي المرأة السقرة دي أو المرأة الجلسة على الوحش الكرمزي عشان كده الناس بتتصرف تصرفات فيها قتل وفيها عمف وفيها حاجات لا ترضى الله أرجع لللي كتبته هذه المرأة السقرة تمثل الطبيعة البشرية الفاسدة الساكنة في الكثير من الأشخاص وهي سبب الاترابات والمآسي الحادثة في مصر والعالم كله وهي وراء كل الأعمال الوحشية التي لا يقبلها الله ولا يقرها عقل وأعمال هذه المرأة الظاهرة التي هي زنة عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوسان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحذب شقاق بدع حسد قتل سكر بطر ده كله من غلطة خمسة ساعتاشر واحد وعشرين الطبيعة البشرية العتيقة دي الفاسدة بما تبع جوه الإنسان بيطلع كل الأعمال اللي ألعنها بولس الرسول في غلطة خمسة لم يقتصر الأمر على سكنة هذه المرأة الثقرة في كيان الشعوب بل المؤسف للأمر أن كثير من شيوخ ودعاة الإسلام يروجون لأعمال هذه المرأة الثقرة وكما قالت أحد الكاتبات في تعليقها على أحداث ده الشور الأخيرة الكلام ده كنت تكذبوا وكن بعد عقب أحداث ده الشور لو أنتم تفتكروا كما قالت أحد الكاتبات في تعليقها على أحداث ده الشور الأخيرة أن القرهية التي بسها وكدي غنيم وعمر عبد الرحمن وبرهامي والزغبي وحسان والحويني والشحات وخالد عبد الله وسواهم في قلوب المسلمين ضد الآباط تؤتي ثمارها كل يوم مش أنا اللي بقول كده ده حد من الكاتبات في مصر كتب هذه العبارة قال أن القرهية اللي في قلب الناس دول وذكرت أسماء دي كلها هي اللي بتوصل وصلت الوضع على مصر في مصر لأحداث القاتل وأحداث العنف اللي هي اللي حصلت أيامها وما زالت مستمرة حتى هذه كل ده نتيجة الطبيعة العتيقة اللي جوه الإنسان والطبيعة الفاسدة اللي جوه الإنسان أكامل في الإراءة استطاعت هذه المرأة السقرة أن تسيطر على فئات كثيرة من المجتمع المصري وغيره من القدم إلى الرأس على رأي أشعياء النبي في أشعية واحد ستة أما أشعية كان بيقول أن كل الجسم مريض من القدم لغاية من أصبع القدم لغاية الرأس بمعنى أن كل فئات المجتمع أصابها العطب أن المرأة السقرة دي أو المرأة الجالسة على الوحش القرمزي أو الطبيعة البشرية الفاسدة دخلت وسكنت جوه ناس عشان كده حصل اللي حصل في مصر أو في أي بلاد تانية أو في بلاد تانية كثيرة بسبب الطبيعة البشرية الفاسدة دي استطاعت هذه المرأة السقرة أن تسيطر على فئات كثيرة من المجتمع المصري وغيره من القدم إلى الرأس على رأي أشعياء النبي وصار لهم نفس هيئة المرأة السقرة وعمالها الشريرة لأن سيف الرؤية بيقول أن المرأة دي مبسوطة قوي وفرحانة وسقرانة بدم الإديسين هم بيعملوا نفس عمال المرأة دي ومن سمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أصمارا جيدة أما شجرة رادية فتصنع أصمار رادية ولا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أصمار رادية ولا شجرة رادية أن تصنع أصمارا جيدة إنجيل متى سبعة ستاشر تسعة عشر ده معناه إيه معناه إن الإنسان حسب الطبيعة اللي جواه لو كانت الطبيعة اللي جواه تخليقة جديدة أو طبيعة جديدة هيتطلع سمار صلح لو كانت اللي جواه طبيعة قديمة ساقطة أو الشهوة غير مقدسة أو شهوات غير مقدسة هيتطلع أعمال شوك وأعمال غير جيدة بسبب هذه المرأة السكرة قصر السكارة في مصر وكثير من البلاد ولكنهم سكارة بما هو أبشع من الخمر برضو أطلع كده عن النص قال لكم ربما تكونوا شفتوا الشخص اللي كان في سوريا اللي قتل واحد وطلع الكبد بتاعه وابتدى يأكل في الكبد بتاعه والعالم كله شاف هذا المنظر البشاعة دي بتوريكو بشاعة المرأة السكرة اللي ساكنة في الناس دي أو الطبيعة البشرية الساقطة اللي ساكنة في الناس دي أنا لي بقول لكم كده بقول لكم كده عشان بعد كده لكم خلوا بالكم لكون فيك واحد أو واحدة جواه المرأة الساقرة دي هو مجدريان جواه الطبيعة البشرية الأديمة دي الساقطة هو مجدريان وبقول لكم دي عشان أقول لكم خبر حلو ان احنا في المسيح يسوع خدنا خلاص من هذه الطبيعة الساقطة ان احنا في المسيح يسوع صرنا خليقة جديدة ارجع للنص تاني برضو للمكتوب بسبب هذه المرأة السقرة كسر السقارة في مصر وكثير من البلاد ولكنهم سقارة بما هو ابشع من الخمر سقارة بدم العباط في مصر سقارة بدم المسيحيين في العراق سقارة بدم المسيحيين في سوريا سقارة بدم الابرياء في امريكا وبغيرها وهولاء السقارة يتلززون بقتل المسيحيين ونهبهم وحرق منازلهم واماكن اعمالهم وتخريب منشآت الدول من اجل تحقيق دولة المرأة السقرة تحت شعار دولة الخلافة هذه القضية الكبيرة اللي واقع فيها كثير من اخواتنا المسلمين المتعصبين طبعا بيفكر انهم يعملوا دولة الخلافة ودي كانت مشكلة النظام اللي سقط في مصر من قريب مرسي واتباعه انهم كانوا يفكروا يعملوا دولة الخلافة وهم مش عارفين انهم مش بيخدموا ربنا دل بيخدموا المرأة السقرة دية بيخدموا الطبيعة البشرية السقط تحت شعار دولة الخلافة وتطبيق الشريعة ومرة اخرى نرى شعب الله مشردين في كثير من شوارع مصر فهل هذه هي معالم دولة الخلافة وهل هذه معالم الشريعة ام هي شريعة المرأة السقرة التي ترتع بلا ضابط في مصر وفي غيرها واليستيقظ العالم كله لان نشاط هذه المرأة السقرة ليس قاسرا على مصر وحدها بل هو ايضا في العراق وفي سوريا وفي اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وغير ذلك من دول العالم لقد فشل كل دعاة الاصلاح والليبراليين كما فشل دعاة ما يسمى الاسلام الوسطي طلع كده نغمة الاسلام الوسطي ان الاسلام الوسطي ده هو اللي بيحل المشكلة لكن اللي حل مشكلة والعمل حاجة لقد فشل كل دعاة الاصلاح والليبراليين كما فشل دعاة ما يسمى الاسلام الوسطي وايضا ما يسمى بيت العائلة عملوا في مصر حاجة اسمها بيت العائلة لغاية النهاردة ما عارفش يعمل حاجة ما عارفش يصلح حاجة فشل دعاة الاسلام الوسطي وما يسمى بيت العائلة في مصر وكل هؤلاء فشلوا في حل مشكلة التطرف والفتنة الطائفية والبلطقة لأن لا أحد يملك القوة الإلهية أو ما نسميها النعمة ده اللي بيفتقدوه الناس اللي بيفتقدوه الناس النعمة الإلهية اللي احنا خدناها من الله في شخص ربنا يسوع المسيح بصليبه وموته وقيمته أرجع للنص تاني هؤلاء فشلوا في حل لمشكلة التطرف والفتنة الطائفية والبلطقة لأن لا أحد يملك القوة الإلهية أو ما نسميها النعمة التي تقدر وحدها على تحرير الإنسان من سلطان مملكة المرأة السكرة المظلم إلى الحياة بطبيعة المسيح السماوي الكارث بالحب والسلام لجميع الأمم الحل الوحيد لكل المقاس في مصر والعالم كله هو استجابة الله لأنين شعبه وخلاص من أوجاعهم خروق ثلاثة سبعة وقبول الإيمان بالمسيح يسوع وفدائه لنوال فيض النعمة الإلهية التي تغير طبيعة الإنسان الداخلية الذي فيه لنا الفداء بدمه يغفران الخطايا حسب غنى نعماته آفسة واحد سبعة هذا ما نرجوه أيضا لإخواتنا المسلمين وغيرهم وأن نصلي من أجلي من أجله قلبي وصلاتي مع أسر الضحايا وسلام لمصر وللعالم في المسيح يسوع ده الحقيقة كتبته في 2 أغسطس 2012 نشارته في 2 أغسطس 2012 ولكن أنا يعني افتكرته ده وأنا بحضر الموضوع لأنه ده بيعبر أو بشرح لنا مثل عملي عن هذه المرأة السقرة والمقاسي اللي بتسببها وإزاي نخلص منها ففي سفر رؤية في رؤية 17 في عدد 3-14 بيكلم عن الطبيعة البشرية الساقطة أو اللي احنا ممكن نقول عنها الشهوة غير المقدسة نتكلم عنها بصورة امرأة لأن كلمة شهوة في العبرية زي ما هي في العربي مؤنس فعشان كده أو كلمة طبيعة برضو في العربي كلمة مؤنس فعشان كده شبهها إنها امرأة أما نتكلم عن الشهوة عايزة أقول إن مش كل الشهوات هي المرأة السقرة لكن فيه شهوات ربنا حاطت لها ضوابط ومقبولة يعني مثلا في سفر التسنية 12 بيكلم في تسنية 12-15 كل ما تشتهي نفسك من كل ما تشتهي نفسك تزبح تزبح وتأكل لحماً في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك يا واحدة واشتهى إنه يأكل حاجة معينة ما هيش دي غلط مش دي الخطيئة الخطيئة أنك تشتهي شر الخطيئة أنك تشتهي شر صحيح فيه ضبط للنفس في الأكل في أصوات معينة تدريبات معينة لكن الشهوة للأكل مش خطيئة ده بالعكس ده ما بشتهيش الأكل يروح للدكاترة ويدي له فواتح شهية عشان يقدر يأكل يبقى عنده حاجة مرضية فيه شهوات فيه أمور أيضاً مسموح بيها أو ما هيش ما هيش هي دي الخطيئة يعني لما ربنا بيقول حوف تكوين 3-16 إلى رجلك يكون اشتياقك يعني أنت شهوتك رجلك يبقى هو الشهوة بتاعتك فلما الزوجة تشتاق لزوجها أو الزوج يشتاق لزوجته يا دي مش خطيئة دي شهوة مقدسة في المسيح يسوع وشيء عادي وفي المساوس الأولى 3-1 بغض النظر عن التفسير يقول أن ابتغى أحد الأسقفية يشتهي عملاً صالحاً فإذا كان فيه شهوة إن حد يعمل حاجة صلاحة فدي شهوة مقدسة ولكن الكلام عن الشهوات أو عن الإنسان العطيق أو عن الطبيعة الساقطة هو كلام عن الأمور اللي بتؤدي الإنسان إلى عمل الشر لأن الشهوة الشهوة إذا ما كانش مقدسة في المسيح يسوع بتؤدي بالإنسان أنه يعمل الشر فأنتو لما نرى عن المرأة جالسة على الوحش القرمزي في رؤية 17 يصفها إنها شريرة جداً جداً وبتوصل للشر يقول عنها إنها الزانية العظيمة وإنها جالسة على وحش القرمزي مملوء أسماء تجديف الوحش القرمزي مملوء أسماء تجديف هو الشيطان يعني هي شغالة لحساب الشيطان متحالفة مع الشيطان يقول عنها معها كأس دهب في يدها مملوء رجسات ونجسات زناها يقول عنها إنها سقرة بدم القديسين ومندم شهداء يسوع فالشهوات شهوات الإنسان ورغبات الإنسان وطبيعة الإنسان العتيقة وطبيعة الإنسان الساقطة اللي لم تتقدس لو ما تقدستش في المسيح يسوع هتؤدي إلى صنع الشرور في كورونسس الأولى عشرة عدد ستة يقول لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك وبأكسرهم لم يصر الله لأنهم تروحوا في القفر فالشهوات ما كانتش تبقى مقدسة في المسيح يسوع بتؤدي للشر بتؤدي للشر فطبيعة الإنسان من جوه ورغبات الإنسان من جوه يجب أن الإنسان يشوف رغباته دية مقدسة في المسيح ولا هو سايب رغباته ماشية لحساب الشيطان وحساب إبليس يعني مش أي حاجة تشتاء ليها أنك أنت تعملها تروح تعملها وخلاص ومش أي حاجة تشتهيها تنفذها وخلاص لازم تشوف هل دية مقدسة في المسيح يسوع ولا مش مقدسة في المسيح يسوع ولا تلاقي نفسك بطعف ومطبات كبيرة الغريب أن سيف الرؤية بيكلم عن هذه المرأة أنها زانية وزانية معناها أنها متجوزة واحد غريب مش متجوزة يعني عايشة في الزنا مع واحد غريب ما المرأة الزانية هي واحدة عايشة في علاقة غير شرعية مع رجل غريب أتاري أنه جوه الإنسان ممكن يكون فيه طبيعة هي عروس للمسيح فدي طبيعة جديدة وفيه ممكن يبقى جوه الإنسان طبيعة تانية خطأة في علاقة مع رجل غريب اللي هو الشيطان يعني سيف الرؤية بيشبهها بالطريقة اللطيفة كأنه بيقول خلي بالك من الطبيعة البشرية لجواك دي لتكون زانية مع الشيطان خلي بالك من شهواتك اللي جواك اللي جوا كيانك لكون متحالفة مع الشيطان وفي علاقة ساقطة مع الشيطان لأن الشيطان ده مش زوجك الشيطان ده مش زوج النفس البشرية عريس النفس البشرية هو المسيح هو يترى النهاردة هو عريس نفسي هو المسيح ولا ترى أنا النهاردة نفسي عيش في علاقة خطأة مع الشيطان مع هذا الرجل الغريب والغريب إن القديس يعقوب مش بس بيكلم عن النفس البشرية أو الطبيعة البشرية لما تبقى في علاقة غريبة لما تبقى في علاقة غريبة مع الشيطان إنها تبقى كأنها بتزني مع رجل غريب القديس يعقوب الرسول بيصورها لأنها بتاخد من زرع إبليس من زرع إبليس وتخلف وتولد يعني الزوجة أما بتلتصق بالزوجة بتاخد من زرع الزوج وتخلف ولاد فلما يبقى الاتصاق شارعي ومقدس يطلع الأولاد مقدسون ولكن لما النفس البشرية ترتبط بهذا الرجل الغريب بالشيطان فعلا هتاخد من زرع إبليس وتخلف بس لما هتخلف هتخلف بطبيعة إبليس مش كده فتخلوا بالك أن كل واحد فينا النهاردة يدور على الست اللي جواها دي وهي متجوزة مين الست اللي جواك والست اللي جوايا دي هي نفس البشرية هي طبيعة البشرية يا إما هي متحدة بالمسيح إما هي في زيجة مع عريسها السماوي وبتطلع أعمال مقدسة والسمر والروح القدس يا إما هي في علاقة خطاعة مع هذا الرجل الغريب اللي هو الشيطان علاقة زنة وبتطلع أعمال شر ده مش اختراعي أو ده مش تفسيري ده هو يعقوب الرسول قالها بس هنا يمكن ما ناخدش بالنا من معناها في يعقوب واحد في عدد 13 ل 15 يول إيه؟ لا يقول أحد إذا أجرب أني أجرب من قبل الله بيكلم عن التجارب بالشرور لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحداً يعني لو واحد واع في شر ما يقولش هو ربنا اللي يحطيني في الشر ده ربنا مش هيحط عمره ما يفكر يحطك في الشر ويجربك في الشر ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته هذه الست اللي بقول لك خلي بالك منها الست اللي جواك دي اللي خلي بالك منها الشهوة بتاعتك اللي جوا لتنخدع وتنجذب وراها إذا كانت غير مقدسة إذا كانت غير مقدسة في المسيح لها يحصل إيه؟ في عدد 15 يور إيه؟ كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت ثلاث خطيئة طيب الشهوة تحبل منين؟ الشهوة تحبل لأنها مخترنة بعلاقة خطيئة مع الشيطان هذه العلاقة الخطيئة هي علاقة زنة مع الشيطان لأن الشيطان ما هواش عريس النفس البشرية وبالتالي بيطلع بيولد يقول لك الشهوة إذا حبلت ثلاث خطيئة والخطيئة إذا كاملت وعلى ما ولد الخطيئة يطلع إيه؟ يطلع موته يطلع موته كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت ثلاث خطيئة والخطيئة إذا كاملت تنتج موته عشان كده هنا في رؤية السبعتاشر بيكلم عن هذه المرأة بيقول عنها أنها الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة يعني النفس البشرية الساقطة لجوايا أو الطبيعة البشرية الساقطة لجوايا أو الشهوات والرغبات غير المقدسة لجوايا الساكنة جالسة في اليوناني الساكنة ساكنة على المياه الكثيرة في اليوناني ساكنة في قلوب الناس لأن المياه الكثيرة هي زمال سفر رؤية هي شعوب وأمم وقبائل شعوب وجموع وأمم والسنة بيقول عنها التي زن معها ملوك الأرض تخيل هي الست الجواك دي أو الست الجواك دي الشهوة الجواكة أو الرغبات الجواك دي هي بتخليك زانية وتخليك زانية هي اللي بتبعت الإنسان كله عن عريس نفسها والتي زن معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها وفي عدد أربعة يقول ومعها كأس منذهب حلاوة الكأس اللي مسكاه الشهوة دي شكله إيه؟ دهب حلوة لا وحش جميل ولا قبيح دايما دايما الشهوة مسكة كأس دهب حاجة جميلة براقة مغرية جدا ولكن مملوء رجاسات ونجاسات زناها ويقول عنها أيضا سيف الرؤية أنها أم الزواني ورجاسات الأرض في نهاية الصحة السبعتاشر قال عن هذه المرأة فصر تفسير لطيف خالص في عدد 18 قال المرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض يعني القديس سبحانه ده خلى خيالنا يتمرن على أنه يعني يوسع ويكبر ويتسع فأنت بكلم عن مرأة ألا أنا بكلم عن مرأة طب المرأة دي عليك دي مدينة بس الحقيقة المدينة دي ممكن تفكرنا بمدينة زي المرأة السقرة دي بالضبط زي إيه السدوم وعمورة فلوت كان قاعد جوه المدينة دي وبيقول القديس بطرس أن البار بالنظر والسامع هو ساكن بينهم يعذب يوما في يوما نفسه البارة بالأفعال الأسيمة أنه لوط قاعد جوه سدوم وعمورة وبيعذب نفسه يعني نفسه بتتعذب من الشرور اللي هو شايف لكن الأخطر الأخطر من سدوم وعمورة الأخطر من أنا أسكن في سدوم وعمورة أن سدوم وعمورة تسكن في أنه ما بقاش أنا ساكن في المدينة العظيمة دي أو في مدينة المرأة السقرة أن المرأة السقرة نفسها هي اللي تبقى ساكن نفية اللي هي تبقى جوه القلب من جوه لأن رب النسوع المسيح قال من القلب تخرج أفكار شريرة قاتل زينة فسق سرقة شهادة زور تجديف هذه التي تنجس الإنسان عمل المرأة السقرة ممكن يبقى في المجتمع من برة وممكن يبقى من جوه القلب من جوه وجوه القلب بيبقى أخطر الخبر الحلو عن هذه المرأة السقرة عشان ما تتخدوش على نفسيكو أنه هذه المدينة العظيمة وهذه المرأة السقرة قد أدينت أدينت يعني ايه يعني اتحكم عليها بالفناء لأنه بيقوله كده جاء واحد من السبع الملائكة الذين معهم السبع تجامات وتكلم معي قائلا هلما فأريك دينونة الزينية العظيمة الدينونة يعني الحكم والخلاص على هذه المرأة السقرة وسوف الرؤية بيكلم عن عن هذه المدينة أو هذه المرأة أنها بابل وفي رواية 18 يقول سقطت سقطت بابل العظيمة سقطت سقطت بابل العظيمة وسارت مسكة لشياطين ومحرسا لكل روح نجس إصحاح 18 هو تكملها لإصحاح 17 هيكلمنا عن أخبار مفرحة جدا عن سقوط هذه المرأة الجالسة على الوحش القرمزي أو هذه المرأة السقرة عن نهاية الطبيعة البشرية العتيقة اللي فينا الذين هم في المسيح يسوع هم خليقة جديدة أشياء العتيقة قد مضت واذا كل قصار جديدا سفر رؤية إعلان عن عمل الله أخبار السر اللي لنا في المسيح يسوع نهاية الطبيعة العتيقة اللي فينا أنت أحبائي يسكنكم روح الله ويسكنكم المسيح يحل في قلوبك بالإيمان مش المرأة السقرة اللي بنكلم عليها النهاردة نكمل كلام المرأة الجاية إن شاء الله ربنا المجد الدام من الآن وإلى الأبد آمين شكرا